من فكرة صغيرة وبأدوات بسيطة بدأ حسن محمد بمشروعه الصغير بالقرب من مدينة طرطوس المغارة الاستوائية حول أرضه المهملة إلى غابة مزروعة بمختلف أنواع الأشجار الاستوائية وانطلق بمشروعه خلال فترة قصيرة ليصبح مورد رزق أساسي له ولعائلته هي عبارة عن فكرة أنا هاوي فواكي استوائية أنا خبير زراعي بطبعي ببيئتي اللي ولدت فيها حبت أعمل شيء هالشيء ما كان محدد المعالمه ما كان معرف شو هو زرعت اعتنات خططت جزئيا يعني أنا ممكن أعمل شيء مختلف أنا إذا أنتجت بس فاكهة وسوقتها ممكن ما تنبع معي طب أنا شو ممكن أعمل شيء يخليني أنا حول فكرتي لشكل من أشكال الاستثمار أستفد منه كان الحل أنه أنا أنتج المنتج الزراعي وحول مباشرة لمنتج سياحي قدمه هون للناس عرف الناس فيه إضافي لأني أنا ضيف قيمي لعملي بمعنى أنه لما أنا أنتج من شجر معين هذا الشجر إذا بعرف أنه هو قادر يعيش ببيئتنا ونتعامل معه ببيوتنا أو بأرض المسميحة بأرض الديار أو مزرعة صغيرة أني أقدم الفكرة للناس أنه يجمع هذه الفاكهة أنتم قادرين تزرعوها عنكم وقادرين تجربوها وقادرين تستفيدوا منها أو تحولوا محيط البيت اللي هو نباتات زيني لنباتات منتجي شغافه بالغابات الاستوائية جعله يتحدى المناخ والجغرافيا مع بعض التعديلات البسيطة حقق أغراض المشروع الذي خطط له ونفذه بنفسه معتمدا على خبرته الشخصية وعلى المواقع الإلكترونية المتخصصة بالزراعات الاستوائية ليتمكن بعد ذلك من تطوير مشروعه وتحويله إلى مشروع استثماري استطاع من خلاله جذب عدد كبير من الزوار المهتمين بالفاكهة الاستوائية وفرصة لتذوق العصائر الطازجة من ثمارها المتنوعة عبر الجلسات الشعبية البسيطة التي صنعها من الأخشاب المتوفرة النقطة الوحيدة لتقديم الفواكه هي المكان اللي احنا فيه حاليا اللي هو عبارة عن نسقطه بطريقة معينة خلال سنتين عملي لقدم الفواكه فيه ما تبقى أن المكان هو عبارة عن شيء لسه مكتمل عبارة عن مكان نحن نجول فيه بمسار محدد عند كل شجرة مفروض فيه فيه لوحة تعريفية بهذه الشجرة من أين جابت بلده ومن أعضاك إياها لأنه فيه مغتربين زودتني بهالنباتات أو البزور هذول قلون فضل معين لازم ينزكر بالمغارة الاستوائية بالمجمل نحن حولنا مكان هو أما زراع تقليدي أو مهمل بدون زراعة لأمكان انتاجي بدرجة عالي من الانتاج بعد انتاجه عملت طبيعته شعبية إلى حد ما أساساً أنا حولت الفواكه الاستوائي من فواكه كتير إلى أسعار عالي بالبلد فجأة لفاكه شعبية بتقدمه بمكان المكان اللي أنا صممته أساساً هو مكان شعبي هو مكان اللي تقدم فيه الفواكه اللي عندك اللي هي بنهاي صارت مورد الزق إليك صارت مشروع إليك حتى صارت مشروع لناس تاني بل شتتزودك بالفواكه اللي أنت ممكن عم تزرع عندها ويسعى حسن لتطوير المكان بشكل مستمر من خلال المتابعة اليومية والتجارب التي يجريها للحصول على أنواع متعددة من الثمار الاستوائية الفريدة والتي من خلالها يؤمن استمرار عمله وتطويره بما يتناسب مع طموحاته محمد حسن الإخبارية السورية طرطوس